فقرة تانية وضيفة كمان من وحي هذا المكان أكيد زينب نحنا بما أنه عم نحكي عن المدينة القديمة وعيادة أعمار حلب القديمة نحنا متواجد معنا المهندسة ريم وهي مديرة مدينة حلب القديمة صباح الخير سعد صباحك أهلا وسهلا فيك حلو هيك اليوم نكون متواجدين ضمن هذا المشهد ويمكن حتى على الواء ممكن أطلب من الشباب كراسي لو سمحتوا بنا نعود هون لو سمحتوا حابين نحكي معك هيك عن الترميم عن كيف عم بتصير المجرعة تسعة صباحة صباح الخير وأهلا وسهلا شرفتونا وكل عام أنتم بتهير بعد عام على تحرير حلب طبعا نحن نكون ميت السلامة بالحلبي بمركز حلب الأساسية اللي هي حلب القديمة شرفتونا ونورتونا بحلب القديمة عم نشوف أعمال الترميم تحكي لنا شوي عن أعمال الترميم والخطة تفضل عام طبعا ضمن الأعمال اللي عم نقوم فيها حاليا وهي بعد تحرير الحلب كانت الخطة أول شيء تدخل الإسعاف إلى فتح الطرقات وإزالة الأنقاض من المدينة الأديمة من الشوارع والأزقة ضمن الأحياء المتواجدة ضمن الأحياء وانتقلنا طبعا بالتوازي للعمل على تأهيل البنية التحتية وحاليا نعم نشتغل بمنطقة محيط الألعى تفضل عامل تفضل عامل تفضل عامل تفضل عامل تفضل عامل تحركز قعدتنا نحن مشعد فعلى مستواي الشخصي بقول فرقت معنى كثير وتغيرت ملامح المنطقة كثير طبعا بيسواعد هو الشي بهمت وسواعد الجيش العربي السوري اللي حرر المنطقة وهلأ حاليا بيسواعد وهمت الجيش الخدمي اللي عم بيشتغل في المنطقة عندي مثل ما حكيت نحن ضمن المحيط العمراني للمدينة لقلعة حلب عم بيصير مثل تأهيل للمنطقة وللفراغ العمراني بين البنية التحتية والتأهيل الأغصفة والطرقات والبلاط الحجري ضمن الساحة هون في مراحل تانية طبعا رح ننتقل لمرحلة ترميم من بعض الأبنية في عنا موضوع الإنارة كمان فترة تانية يعني فترة أسبوع للعشر تيام بالكثير ممكن حتكون الإنارة شغالة حتضوي الألعاب حي مضواية حاليا بشكل هلأ مضوايينها بشكل مؤقت هلأ رح نشتغل هلأ المشروع هو إنارة على الطاقة البديلة والمنطقة كمان هون بالنسبة لحلب الأحياء المقابيل الألعاب كمان عم نشتغل عليها الإنارتا وتأهيل البنية التحتية بكل أنواع سواء صرف صحي مياه كهربات اتصالات بمستوى مثل ما حكيت مع موضوع الترميم الأبنية والأبنية المميزة طبعا كمان عم نشتغل عليه هلأ في مشروع لخان الشونة مع مديرية السياحة في عن الكارلتون مثل ما نلاحظين كمان اللي هو مشفل وطني الأديم والذهاحقا صار اسمه فيندوق الكارلتون كمان عم يشتغلوا فيه الشباب وكلا ياتوا بهدف إعادة حلب الأديمة تحديدا أحسن مكانت عليه وهذا طبعا بنعكس على مدينة حلب كمدينة ومحافظة هي العاصمة الثانية لسوريا اكيد اقتصادية والصناعية والتجارية وبترجع ان شاء الله أبهى وأحسن مكانت يعني نحن كنا عم نحكي أنا وسلمة أنه لما أجينا على حلب يمكن الواقع غير ما منشوفه على الصور منشوفه على الفيديوهات يمكن كمية الدمار اللي فيها كانت هائلة لكن كمية الأعمار هي كمان أعظم ريم خلينا نحكي عن الدمار والأضرار اللي اللي حق بالمدينة الأديمة وخلينا نحكي لشو الإجراءات اللي عم تتخزوها لحنا فعلا بأسرع وقت تكون مربنة هلا بالنسبة لحجم الدمار حجم الدمار اللي أول ما نزلنا نحن شفنا على الواقع كان كتير كبير ويعني ما كنا منتصور مثل ما حضرتك ذكرتي أنه على الصور بتشوفي شيء لكن الواقع شيء آخر كان كتير حجم كبير من الدمار يعني الحمد لله قدرنا نحن نزيل هاي الآثار السلبية والسيئة اللي خلفوا المجموعات الارهابية والمسلحين في المنطقة بس بنفس الوقت بتعكس لك قديش كان هذا الحقد لتدمير هذه المدينة كل حجرة نحن بتتذكرة أنا بحكي هلأ كحلبية وليس فقط كمسؤولة أو مديرة للمدينة الأديمة بتلاحظي بكل منطقة كان يعني مدمر في الحجر بتحسي أنه فيه حقد فيه كره لهذه المدينة ولأهله حلب من زمان كتير معروفة أنه هي تعرضت دوما لحروب ودمار على مرحلة تاريخ طبعا لكن لازالت قلعتها هي تصامضة وهي دليل صمود أهلة ونحن بناخد صمودنا وقوتنا منه طبعا في الأول ما ننزلنا للعمل للواقع الميداني عملنا مثل إحصاء سريع لكمية الأضرار وحجمة وباشرنا العمل مثل ما زكرت أنا بموضوع ترحيل الأنقاض وفتح الطرقات فيه مستوى تاني من التقييم كان على مستوى الأبنية والأحياء الأزقة البنية التحتية يعني نسبة أو كمية الدمار بمختلف مستوياتها شتغلنا عليها هلأ عم ندخل بتفصيل أكتر لحتى نوصل رؤية وستراتيجية أوسع لعادة تيمية بكل المناطق هلأ نحنا عم نشوف بعض الأبنية بعض الجزء مننا مهدام وجزء الآخر محافظة على مكانهم وبنفس الوقت عم نشوف طول ما نحنا كنا ماشيين تجميع الأحجار خلينا نحكي عن عالية الترميم شو عم تستخدموا بالترميم هل فيه إشراف معين على هذا الشيء ولا هو فقط خلينا نقول الوزارة الثقافة ومديرية الأثار هي اللي عم تشرف على الأزمة هلأ بالنسبة للأعمال اللي عم بتتم كأعمال ترميم تحديدا عم بتتم بإشراف أكتر من جهة نحن في حلب الأديمة عنا لجنة حماية حلب الأديمة يرأسها المحافظ وجهات يعني مثل مجلس المدينة مديرية المدينة الأديمة معه مديرية الآثار مديرية السياحة مديرية الأوقاف في عنا جامعية العاديات جامعة حلب كلية الهندسة المعمارية نقابة المهندسين هاي اللجنة هي المسؤولة والمتابعة دائماً والموجهة للأعمال ومتابعة الإشراف على الأعمال بتتم ضمن حلب الأديمة الحالياً كل شي عم بتشوفوه هو بإشرافهم وإشراف طبعاً الوزارات والحكومة وبتوجيهاتهم طبعاً نحن في عنا بالعمل من الأساس من 2007 في عنا أدوات عمل نحن بنشتغل عليها المخطط التنظيمي لمدينة حلب القديمة بالإضافة للنظام العمراني هو المصدق والمعتمد ومعايير الترميم فكل هذا عم بتتم بإستخدام هالأدوات كان كمان مثل ما قالت الإجراءات كمان اللي سهلتها الحكومة لحتى إعادة الترميم أكيد نحن عم نشوفون المصادة الشي بعيوننا يمكننا فيه برد كتير بش دفق له بكونوا دفق هالحماس اللي عند العمال لإعادة الترميم حلب هو اللي خلينا طبعا حاسنين بالدفع شكرا إليك ياريب أهلا وسهلا وموفقين إن شاء الله بنرجع ملاقي كل شيء كل حجرة تدمرت طلع بدالها عشرة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بالعام القادم بتمنى إن شاء الله قريمة بترجعوا بترجعوا لنا الزيارة وبيكون تشوفوا شطورة تانية أحسن وبالعام القادم وقت اللي منحتفل بتكون إن شاء الله المدينة المنطقة كلها ياتها أحسن مما كانت بإذن أهل الحلبيين والسوريين أكيد شكرا كثير لو سهلا وشرفتونا مرة تانية وميت السلامة مرة تانية شكرا شكرا لوجودك شكرا لكل شيء عم تعملوه عن جد الحلبية أثبتوا أنه هنا أطعب من سوريا الصامدة شكرا كثير إليك شكرا لحد